صلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير صادر عن المفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أشار إلى أن العالم شهد زيادة في أعداد النازحين واللاجئين بمقدر 19.1 مليون شخص وذلك عن العام الماضي وهو ارتفاع سنوي غير مسبوق وذكر المركز أن التقرير الأممي أوضح أن الأزمة الروسية الأوكرانية وصراعات في مناطق أخرى فضلا عن التداعيات الناجمة عن تغير المناخ أدت إلى نزوح المزيد من الأشخاص العام الماضي الأمر الذي يتطلب تحركا عاجلا للتقليل من أسباب النزوح واللجوء والتخفيف من وطأته